موسيقى موسيقى الفطر خلص لكن لنا يعني تساؤل طرحته في حلقة قبل كده من خلال خلينا نشوف السور من خلال اللي حصل ده زي ما عرضنا قبل كده ده الشيخ في اسكندرية في منطقة الورديان غالبا اللي رفض ان الشخص يأزن أثناء رمضان فجي حد قريب الشخص اللي ترفض للشيخ رفض ان هو يأزن وقتل للشيخ وزي ما شفنا الدم كان جنب الجامع الحالة التانية برضو كانت في شهر رمضان وعلى طريق الطعن عمر بن الخطاب في مسجد عمر بن الخطاب بعد كل السنين دي يجي الشخص المسلم ده فيه في مسجد عمر بن الخطاب في نيورك ويطعن الإمام وهو بيصلي آخر حاجة بقى يوم العيد وفي اليمن بعد ما الإمام صلى صلاة العيد ويجي حد من المصليين أو جي شخص مسلم وقتل الإمام طيب كنت طرحت سؤال أثناء شهر رمضان لما حصل قضيتين القاتل دول إن إله الإسلام قال وعادكم إن الشريطين هتكون مصفضة يعني مكبلة يعني مفيش حاجة يعني شر هتحصل طيب اللي حصل ده إيه اللي بيحصل ده إيه هل إله الإسلام وفى بوعده ليكم والشريطين فعلا مصفضة هل أنتوا حاسين إن الشريطين فعلا مصفضة وكل أفعالكم دي هي بالكامل أنتوا اللي بتعملوها يعني ما حدش بيقول ده الشيطان والكلام دوت فيعني اسألوا إله الإسلام هل فعلا الشريطين مصفضة وده الشر اللي جوة الأشخاص دي حقيقي من غير أي تدخل من الشيطان ولا إيه واللي هيصفض الشريطين مش قادر يعني يتحكم في الشر اللي جواك لأن أنت بتعتقد أنه هو يعني أنت مستسلم دي الإسلام يعني الاستسلام خضوعه كامل هو اللي بيفعل ما يشاء إليه الإسلام يفعل ما يشاء يضل من يشاء ويهدي من يشاء هل هو بيضلك وبيقودك أن أنت تعمل الشر ده تقتل في الشهر المفروض أن الشريطين مصفضة فيه طيب هل السيام نفسه ما قادكش للتغيير يعني الشيخ بتاع اللي قاتل يوم العيد ده طب رمضان خلص شهر العبادة والصم خلص هل الصم والعبادة دي ما غيرتش فيك ما غيرتش في أخلاقك في اطباعك ما عملتش يعني تهزيب تنقية أنت طبعا المسلم بيقضي بيعمل الفروض لأنه خايف من جحيم يعني بيعمل الفروض الإسلامية على أمل وعلى رجاء أن إله الإسلام يمكن يتغمده برحمته ويدخله الجنة بعد طبعا ما يعديه على جهنم فمش غرض حاجة تانية غير أنه هو بيتقي أنه هو عقابه يعني وخايف منه يعني آه هو بيعمل كده عشان خايف منه لكن العبادة دي ما لهاش أي أثر ما لهاش أي نتيجة ما فيش نتيجة في التغيير في تحسين السلوك فإيه الإله ده إيه الإله اللي عبادته ما بتغيرش ما بتنقيش الإنسان إيه لازمة العبادة أصلا لو ما كانش لها سمار على أرض الواقع لو ما كانش فيها تغيير في حياة الشخص يعني إيه الشخص بيعبد ربنا وهو بيقتل وهو ما زال بيقتل ما زال يعني بعد كل العبادة دي لسه يعني فيه شر جواه لو الإله ده وعبادته ما غيرش الشر اللي جواك وقادتك أنك أنت تكون إنسان بعد ذلك إنسان صالح يبقى محتاج تفكر مليون مرة في العقيدة اللي أنت بتتبعها وطبعا بعد شهر رمضان زي ما متعودين التحرش يوم العيد وللأسف يعني الصور كتيرة لكن أنا هعرض في الفيديو دوت واحدة سائحة في مصر بتتفسح بتزور مصر وحصل معها الأمر ده وعندها نفس التساؤل أكيد دي من خبرة لأنها بتقول بتفهم عربي إن ليه بعد رمضان ليه أنتوا بتتعملوا كده بعد رمضان مفروض أن أنتوا طالعين من عبادة مفروض أن أنتوا سلكوا تغير اتحسن ليه طالعين بالفزازة دي وبالبشاعة دي خالي نشوف الفيديو ونشوف يعني هي بتقول إيه نسمع مع حضرتكم لو نكبر السورة شنطر جمتها أومًا محبغ في خدمة مصرحة في شكل الوشري وقعني تجرباً لقد أصحق بخصوص ودقني وقد أصحب على جديد ل我是 المنزل في برقائب من البنزل 20 مكتورة عندما وقتًا قبل وقد كتب الكثير من المحن الرغم في السرق كوي لايجة قليلا بالنسبة لدرجة ما؟ لماذا هو هذا كل ما يحصل عليها أكبر حتى رمضان لماذا؟ أجلسي قولولها قولولها يا جماعي بتقولكم قولولي قولولي ليه بعد رمضان بيحصل كده ليه انتوا طالعين من شهر سموا عبادة ليه التحرش يعني وبعدين ده بشكل جماعي